اشتركوا في القناة ترتبط بالشاب اللي حبته ولكن للأسف كل شيء اتمنته ما حصلش وبتبتدي القصة بتاعتنا بفتاة بسيطة من اسرة بسيطة الحال وكانت الفتاة دي اسمها مونة ومونة كانت بتشتغل في مصنع حلويات وهي كانت مسؤولة عن منفذ البيع هي ومعاها واحدة تانية زملتها وكان مونة شغلها من عشر الصبح الى تمانية مساء وكانت معتادة على كده كل يوم وكان عمل مونة او مكان المصنع يعني بالتحديد ده في منطقة المجورين وفي يوم ظهر شاب لمونة في مكان شغلها وكان عاوز يشتري حلويات فقامت مونة ببقى الحلويات ليه واخدها ومشي وظهر تاني يوم في اليوم اللي بعده يعني وابتدى يتردد على المكان يوميا باستمرار وكان كل يتعامله مع مونة بس وما كانش بيتعامل مع زملتها خالص والكلام ده مر عليه شهر كان الشاب ده اثناء الشهر ده مستمر انه ياخد الحلويات من مونة فبتدت مونة تستلطف الشاب ده وكمان كلمت زملتها في العمل عليه وكان رد زملتها عليه او على مونة انها لحظت انه كمان مستلطف مونة جدا وبدأ بعد كده انه يكون معتاد انه ياخد من مونة الحلويات يوميا وفي يوم قررت مونة انها تفتحه في شعورها وخصوصا انها حسة انه بيبادلها نفس الشعور وفعلا اتعرفت على اسمه وكان الشاب ده اسمه علي ولما مونة فتحته في الموضوع رد عليها وقال لها انه فعلا معجب بيها بس مش هيقدر انه يجي يتقدم لها علشان ظروفه وكمان قال لها يكفيني اني اجي كل يوم واشوفك فاستغربت مونة من الرد وقالت لي انها بنت من عائلة بسيطة ومش هيكون فيه تكلفة كبيرة لجوازهم او لخطوبتهم ولكن علي كان رده بانه مش هيقدر وفعلا خد علي الحلويات في اليوم دوت ومشي وبعد كده انقطع فترة عن المكان وبطل انه يجي ياخد حلويات وكانت مونة قال انا عليه بشكل كبير وفي يوم ظهر تاني ولما سألته عن سبب غيابه فرد بتوتر انه كان مسافر ولسه جاي وفي المرة دي قررت مونة انها تتعقبه تمشي وراه وتحاول تعرف حاجات عنه وعن ظروفه وفعلا بعد مشترع الحلويات منها مشيت وراه استأذنت من زملتها وبعد كده مشيت وراه لحد ما دخل حوش في نفس المنطقة اللي هي منطقة المجاورين فهنا عرفت مونة ان علي ما كانش بيتحك عليها ولما راح علي في اليوم التاني علشان يشتري الحلويات من مونة فقررت مونة انها تصرحوا تصرحوا باللي عملته امبارح ولما عارف علي انها مشيت وراه امبارح من غير ما يحس ارتبت جدا فمع الارتباك ده صممت انها تعرف الحقيقة كاملة وليه هو مش عاوز يرتبط بيها وهل اللي قاله هو ده السبب بس ولا في حاجة تانية فرد عليها علي بان والدته هو والدته قاعدين في الحوش ده والدته ستة كبيرة ومريضة وهو اللي قاعد في خدمتها فقالت لي مونة انها عاوزة تزور والدته حالا وكان فاضل على معاد شغلها حوالي نص ساعة وتمشي وفعلا استأذنت من زملتها وراحت مع علي على الحوش ودخلوا ودخلوا لقوا الام نايمة وتعبانة فهنا تأسفت مونة العلي لانها شكت في كلامه وبعد كده سابته مع مامته بس قالت له انها هتزورها في وقت تاني لان الوقت تأخر ولازم تمشي وفعلا سابت علي مع والدته وهي خارجة من الحوش لقيت راجل كبير في السن وسألها انت كنت فين يا بنتي بيقول لها انا اول مرة اشوفك هنا فردت عليه انها كانت عند علي اللي ساكن هنا فرد عليها الراجل وقال لها ان مفيش حد ساكن هنا خالص وانه هو الوحيد اللي بيجي هنا كل يوم في المعادة علشان يبص على الحوش ويتابعه فكانت هنا الصدمة المونة وخدت الراجل ودخلته في المكان اللي هو كانت وقفة فيه وفعلا ما لقيتش حد فاتصدمت مونة ولكن الراجل فضل يهدي فيها ولما عارف القصة منها فقال لها ان علي اللي انت شفتيه ده مدفون من حوالي اربع شهور اربع شهور هنا في الحوش وبالفعل دي الفترة اللي ابتدى علي يظهر فيها لمونة وكمان راجل شرح لها ان كان سبب وفاته انه كان يوم فرحه نزل الصبح علشان يشتري حاجات لفرحه وفعلا ركب عربيته بسرعة شديدة جدا وعمل حدثة ومات وبعد ما عرفت مونة كل الاحداث دي اتشتتت ودخلت في صدمة من اللي سميته عنه والصدمة دي فلت مستمرة معاها الى يوم نهازة بس كده خلصت حلقتنا ولو عجبكم موضوع الحلقة النهاردة اكتبوه لي رأيكم ولو حابين اني اتكلم عن موضوع تانية اكتبوه لي برضو وانا هحاول اني انا فزا ان شاء الله ودلوقتي اسيبكم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته